اشتركوا في القناة حاتم خطابي قال يجب على التشاديين ان يفخروا بابنائهم اذ ان السبب الاساسي لوجود هذه الشركة يعود الى جهود شباب تشاديين طامحين الحمد لله المصنع كما اشتركوا الان في هذا اليوم هذا ينتج الاسمنت بشباب تشادي وزير التجارة والصناعة والمناجم والحرف اليدوية يوسف ابا صلاح ابدأ اعجابه بهذه الخطوة التي من شأنها رفع عبء استيراد الاسمنت من خارج البلاد وتفتح ابواب البناء امام الراغبين وضع حجر الاساسي لهذه الشركة في الثاني عشر من يونيو 2017 بقدرة انتاجية تصل من خمسمائة الف الى واحد مليون طن من الاسمنت سنويا وتضم اكثر من الف ومائتي عامل معظمهم تشادي الجنسية اشتركوا في القناة